عقدا بمدينة سيون الاجتماع الدوري المشرق لنواب رؤساء دوير الأمان العامة ورؤساء مكاتب الهيئات التنفيذية لمؤتمر حضر موت الجامع بمدريات الوادي والصحراء برياس تلمين العامة المساعد رئيس مكتب الوادي والصحراء المستشار القانوني صالح التميمي ووقف الاجتماع ماما جملة من المواضيع منها استعراض الرؤية الاستراتيجية لمؤتمر حضر موت الجامع المقر من قبل الأمانة العامة والموجهات العامة لخطة دوير الأمانة العامة في المسار الاعتهادي والطار لعام 2024-2025 إضافة إلى التعاطي مع البيان الصادر عن الاجتماع الاستثنائي للقيادات التنظيمية والتنفيذية وتفعيل العمل في دوير ومكاتب مدريات الوادي والصحراء وتقييم أنشطتها خلال الفصل الثاني من العام الحالي هذا وأوضح التميمية همية الاجتماع كونه يأتي في ضل ظروف صحبة ومعقدة تعيشها حضر موت